وطبعا كما تشاهد وكافة مشاهدين الكرام هذه أجهزة حديثة وأجهزة رصد دقيقة جدا يتم استخدامها في هذا المرصد من أجل بإذن الله تعالى يعني أدلوا بشهادة الرأي ورؤية هلال شهر رمضان المبارك بحول الله تعالى بدقة عالية وبتفاصيل دقيقة جدا لذلك سنتحدث عن هذا المرصد وعن هذا الجهاز وما وصلت إليها الرؤية حتى الآن مع سعادة الدكتور شرف السفياني وهو الدكتور المختص ورئيس مجلس إدارة جمعية أفاق مساك الله بالخير الله يمسيكم النور والسرور وحياكم الله جميعا ونحيي أستاذ المتابعين ونقول لهم كل عام أنتم بخير إن شاء الله ونتمنى أن الله يبلغنا شهر رمضان بإذن الله تعالى إلى أي مرحلة وصلتم لرؤية الهلالة إلى الآن عبر هذا الجهاز أول شيء نشرح عن هذا الجهاز ونتكلم نعم نستخدم جهاز تليسكوب إلكتروني وظيفة أنه يتحرك بحركة الأرض وأيضا مربوط به كاميرا CCD هذه الكاميرا وظيفتها أن نستطيع من خلالها تحديد صورة الهلال وبالتالي نبدأ نتبع حركته حتى غروب الشمس بعد الغروب إن شاء الله بإذن الله نتمنى أن الرؤية تكون أفضل وبشركم الحمد لله أننا قبل نصف ساعة تقريبا استطعنا رؤية الهلال باستخدام الكاميرا ولا زال الآن الجهاز يتبع حركته رأيته الهلال أم رأيته القمر ككوكب مظلم يعني لا رأينا الهلال نعم الهلال لأنه جزء بسيط جدا مثل شعرة الإنسان البيضاء فرأينا هذا الهلال نعم اتجاه جنوبي قرناه نحن الجنوب فإن شاء الله بإذن الله الرؤية بعد الغروب بتكون أفضل بإمكانية الله نتمنى ذلك